السلام عليكم محاورتنا اليوم هي استكمال للمحاورة اللي أخذناها بالجنرال سيرجري اسبوع المبأ اللي هي الأسينشل أسسمنت اللي هي الأي بي سي الإجراءات زيان أبضرورية بالامرجنسي لإنقاذ حياة المريض أخذناها كمقدمة للمحاورتنا اليوم اللي راح ناخذ مجموعة من السيرجيكال الأمرجنسي اللي واحد ممكن يسمع بيها أو يشوفها يسمع بيها أو يشوفها أخذنا فدأ حوالي 15 أو 14 حالة الأمرجنسي تدائما تسمع بيها وكو إجراءات أولية إجراءات نستعمل بيها الأي بي سي يعني الإير الإيروي والبريفنج والسيركوليشن هاي راح نستعملها بالإضافة للإجراءات الفانية أول أمرجنسي تريتمان أول أمرجنسي سيرجيكال أمرجنسي هي الإنتستاينال أوبسركشن أنت تسمع مرات هذا مريض صار عدا سداد بالأمعاء سداد بالأمعاء أوكي إنتستاينال أوبسركشن سداد الأمعاء أو التواء الأمعاء تلك مع بعوها خنجي نشوف نورمالي أحنا هاي فاتحيها ومطلعين هاي this is the coil of small intestine اللي هي consist of دودنم دودنم جيجنم إيليم يعني دودنم ما واضحنا بفواضحنا جيجنم والإيليم اللي ينتهي وين الإيليم ينتهي باللارج التستن نحن سيكم نحن الأسيندين كولوم بعدين ترانسفيرس كولوم بعدين دسيندين وسيجمويد كولوم this is the small and the large intestines هاي مرات يصير بيها intestinal obstructions لو يصير نوع من الإنسداد بال بال small intestine أو يصير نوع من الالتواء وخاصة بال large intestine اللي نسميها volvulus تلتوي على نفسها تلتوي على نفس يسميها volvulus هاي مثلا small intestine وهذا بداية large intestine سيكم ascending كولوم وترانسفيرس والdescending كولوم سيجمويد كولوم اوكي اذن عندنا خاصة الأطباء او انت تسمع يعني تسمع انت حياتك العملية انه هذا المريض صار عنده انسداد بلا معاه الفور cardinal signs اربع علامات تدلل على الانسداد اللي هي المريض مباشرة يحس severe abdominal pain abdominal distention انتفاخ vomiting زين تغيير و constipations و زين vomiting and الامساك ثم يفور cardinal signs ليدللنا على الاوبстраكشن شين الكوز من الاوبстраكشن شين الكوز من هالهرنية يعني one of the part of the gut like small intestines يصير بها invaginated تروح الى فتحة صغيرة وهاي الفتحة صغيرة ممكن يسوي لها obstruction لل gut يعني مثلا انت عندك عملية post surgical هاي العملية الجرح ما طايف فيطلع قسم من small intestines ويصير به ينحصر ويصير به obstructions أو surgery بعد العمليات ممكن تيومور يسوي no obstructions ممكن TB ممكن stone and etc يعني هاي most common causes زين اكو the most important هو البالبولوس الالتواء يعني تلتوي على نفسها تلتوي وخاصة sigmoid تلتوي على نفسها وتسوي intestinal obstructions دائما من جينا مريب عدة these symptoms منباشرة بعد الفحص انجز abdominal x-ray والabdominal x-ray يبين dilated bowel and the gasey fluid level على x-ray مالت يعني اولا dilated bowel شوف البول مالت متوسع وعدنا gas level يعني fluid level لما عندك انت glass ومتروس او واصل حد معين يسموه fluid level بالاشعة من اكو بالمحافرة اللي اخبناها وآي fluid لانه عدة vomiting وليها fluid اللي كترولايت والانت باعتك وخاف تشوف هيا NPO جراحين او بكتب جراحة nothing by mouth هو عدا تستغل ومتطي اكله وشرب مي nothing by mouth عليك لفلود وتخلي لها NG هو اللي هو nasogastric tube تخلي لها انبوب بالنوز اللي هو يروح لها الامعاء nasogastric fluid وايضا police catheter اللي هو تخلي لها catheter او صند بال urephra to empty blood this is the urgent management for all of the cases intestinal obstruction يجينا المريض نسوي ال-IPC ال-initial assessment نعلق لفلود nothing by mouth ونخلي لها صند بالأمف مالت وفول east وند ايضا بال urephra sometimes we need surgery مرات بعرفنا السبب وخاصة بعد العملية بعض العملية صير نوع من post operative complication بعد بعض العملية الجراحية يصير surgical adhesion التساقات بالأمعاء أو هيرنية زين أو هيرنية أو malignancy أو falvorus التوا فهاية تحتاج surgery حتى نرجعها أو نسوي لها resection ونقصها أنسعون إذن هاية أول حالة من حالات surgical emergency intestinal obstructions ثاني حالة اللي هي نوع من نوع من ثاني حالة اللي هي نوع من intestinal obstructions نسميه sigmoid volvulus sigmoid volvulus sigmoid volvulus اللي هو sigmoid volvulus اللي هو ناتج عن ناتج نتيجة strangulation or ischemia يعني أنت تصور السيجمويد السيجمويد هذا السيجمويد يصير ب volvulus شنو معناه volvulus ينعقد يلتوي أو ينعقد فمن ينعقد شنو ينقطع البلات سيبلاي عليه فشيصير يصير ب ischemia أو gangrene strangulated يعني ينسد أو ينعقد سموها volvulus sigmoid volvulus وهذا السيجمويد هذا السيجمويد وهذا الميزانتري شنو معناه الميزانتري وعبارة عن two layers of the two layers of the membranes كبر كبر يغطينا ال intestines سواء كانت large أو small intestines وبهذا الميزانتري يربطنا البارت من الانتستين اللارجة بال بصير الابدومي وعن طريق هذا الميزانتري البلات والنير والليمفتك تروح للأورغن فهذا يلتوي على نفسه يلتوي أو ينعقد الميزانتري الميزانتري هو السيجمويد والذلك يسموه سيجمويد volvulus يصير به strangulation أو أسكيميا ينقطع الدم ممكن يصير به غانقريم هذا السيجمويد ميزو كولون أو السيجمويد هاي البلولاس هو عبارة عن توستي قلتوا بالسيجمويد كولون ميزانتري يعني هذا يلتوي يلتوي زيلا ويبقى الميزانتري زيلا بعد التاشتبه بوستير الابدومنال وال الپاشن نفس أمو قلنا هو بارت من يعني one type of intestinal obstructions اللي هي قلنا شنوها ابدومنال pain ابدومنال distinctions vomiting constipations أو تسار the only confirmative test the only the only confirmative test اللي هو abdominal x-ray show omega signs or v-shape لو بقعنا ها omega sign أو v-shape v-shape هو واحدة من واحدة من واحدة من الinvestigations واحدة من الinvestigations اللي أو من الفايندين اللي موجودة الفايندين اللي موجودة طبعا هاو داي تجيني مسيجات سويت امتحان عشرين سؤال ونص ساعة طبعا هاي باي فاوي حتى حتي لكم حسبت هاني النص ساعة اللي قار المحاضرة والمحاضرة قدامها وعلى كيف يلحق في المشكلة النقل المشكلة الثانية مدى يلحق ينقل المشكلة الفايندين فمدى يعني مدى يلقى الجواب داي يزعل غوغل سيدي كتبوا لي داي غوغل داي يستعينون بصديق مدى مدى يفيد لانو ليش مقارين يعني انت تتصور تتصور هو اليوم عدة انا من البارحة قايل اكو محافرة وحدة هي او نص محافرة يعني تصور قبل نص ساعة هو يلا فاتح الملزمة هذا اهمال هذا اهمال يعني يعني عدم اكتراف بالموضوع نستمر في اذا هذا V shape هو في اتكار في اتكار بالأكس راي الانتستان 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 هو V shape وهناك الفلود level اللي شفناه هناك الفلود level اوكي هذا ففور cardinal sign نفس الشي بس الاكس راي هنا يطينا V shape او omega signs treatment هو conservative تحفظي ومرات لانه large insertion of the rectal tube for untwisting مرات fixation of the colon نرجع ملتو على نفس رجع و we can go to مرات بشفنا ب gangrene gangrene او صار بنوع من الاسكيم ممكن نسوي لها resection and anastomosis اذا حالتنا خبناها اللي هي intestinal obstructions sigmoid vulvulus هسا نجي حالة ثالثة اللي تقول كم سامعانين بها اللي هي acute وايضا اللي هي ايما من ضمن الحالات الحرج اللي تجي بالعيادة الخارجية كحالة طارئة نسميها acute abdominal هم abdominal pain مثل intestinal obstructions بس هنا acute appendicitis اللي هي التهاب الزائدة الحاد التهاب الزائدة الحاد اوكي اللي تعرفون انتو الزائدة ممكن يستربيها التهاب ويتطف ذعراب معينة طبعا هذا cadipar هذا السيكم بداية هذا terminal دائما وابدا في اي محاضرة انا عدي اطيها لأي مرحلة اطيهم شوية اناتومي لانه ما اقدر هو السيكم ما يندله اقول لهاي السيكم ما يندله اقول لهاي الابندكس لا لازم شوية اذكر في الصورة نهاية الامعاء الدقيقة وتبدي هنا السيكم فشوف هذا الابندكس الزائدة الابندكس هي زائدة هي لومن يعني هي تيوب بلومن بقناة ممكن تنسد هاي باستون با التهاب او انفلميشن او لنفاتيك فوليكو تكبر كأي زين كأي كامل باسترده باسترده كامل باسترده باسترده كامل باسترده باسترده دائما نشوف الشباب عمر الثلاثين خمسة وثلاثين the clinical the clinical the clinical pictures usually come with the pain around the ambylicas come with the pain around ambylicas يجي المريض يشكي ألم حول الصرة بعد ست ساعات البين shifted to the right اليكفوسة الي هي منطقة right اليكفوسة الي هي منطقة الابندكس بالright منطقة الابندس بعد وين يروح ويا الابدومنال pain واللي راح يروح للرائت اليكفوسة ويا vomiting fever عفوا ويا vomiting fever diarrhea بالإجزامينا شايف من واحد عدة زائدة الطبيب يسأله أقول له وين الألم يقول له أنا حاول الصرة وبعدين راح كل السقر بالرائت اليكفوسة بالجهة اليمنى يجيب الطبيب يسوي palpations على المنطقة يندلها ويدوس يبغط على المنطقة باقة قوية ومن يشيل إيده بسرعة يحس المريض بألم وهو يسموه rebound tenderness وهذا وهذا التفسير تعرف أنه التهاب مال زائدة من التهاب ويستمر هذا الالتهاب يبقى untreated يروح الغشاء البريتوني اللي حول الالتهاب أيضا يصير بالتهاب فأنت من تفغل تتحرك الغشاء البريتوني وتطيك هاي العلامة وكي تطي هاي العلامة سميها rebound tenderness طبعا دائما أنت بالتهاب الزائدة الدزة للمريض white bc لأنه هو التهاب white bc التهاب الدزة والترا ساوند مراتي سولة سونر تريتمن دبعا باي أبندسيكتومي ورفع الأبندس طابع حالة هو acute pancreatitis ودعاء الله يبعد كل الناس من هذا المربل اللي هو acute pancreatitis اللي أنحس وأعقد التهاب اللي هو pancreatitis لأن acute pancreatitis التهاب أيضا يجي كحالة acute abdomen أو emergency هذا مثلا هذا الديودينم اللي هو جزء من small intestine اللي بي four parts first second and fair هنا قاعدة هاي تمتد تمتد من هاي البنكرياس والبنكرياس يعتبروها deep structure وليبالك الديودينم وليبالك ديوب ستركتشر بابدومن البنون الكيفيتي لبالك الديودينم صعب يعني والعراب ما تقول الديودينم صعب هذا الديودينم وبعدين يبدأ هذا الجيجينم اللي هي other part of the large of the small intestine واحدة من العلامات على التهاب واحدة من العلامات اللي نشوفها اللي تدلللنا على التهاب البنكرياس هي black discoloration around the emblycus نسميه colon sign و gray terminal signs اللي هو أيضا black بال هذا السوداد موجود بالبهر أو بالback بالanterior around the emblycus black discoloration وكذلك black discoloration بالback أو بال lateral side زين يسمو gray terminal واحدة من الساين اللي نشوفها بال طبعا شنو شنو أسباب الأكيوت pancreatitis شنو أسباب الأكيوت pancreatitis شنو أسباب الأكيوت pancreatitis الأكيوت pancreatitis أسباب هممكن يساعد بال الكرونيكا الكوحوريزم بالستون طبعا الشنو وين الستون مفهلا بالكمون بالضاكت اللي تمفتح بال second part البين مالتها أو البين radiated to the back الأبر abdomen radiated to the back يعني المريض ما يقدر يسوي حركة لاي فورو ينحني اللي قدام من الألم طبعا ممكن فومنتينج ممكن فيفر ممكن بغاستر تندرنس وعدنا هاي تو ساينز اللي قلنا عليها الكولين ساينز والغري تيرن ساينز الكولين ساينز هو بلاك ديسكولاريشن أراضبا بلايكا والغري تيرن ساينز غري وبلاك ايبا من ضمن الانفستيجيشن نسويها هو هاي اميليز اندلاي بيز اندلاي بلاد التوتال وايت بي سي ايبا يعلى الاسعار يعلى ممكن نلقى قول ستون بالقول بلادر حصو بالمرارة ايبا اوديمتاس انفلامية بنكرياس ممكن نلقى غلوكوز لبل هاي غلوكوز لبل لانهما يصير ديستركشن للسيل أو بنكرياس فما تطلع انسولين في يصعد عندك السكر في الاضافة التريتمان تحطظي كونزيرباتيب خلي الافلود للمريض الاكترولايت انتبياتيك و ناثن باي ماوف نيزو غاستر كتيوب ان الجسك للألم بيشن بي امبروف لمدة يومين او خمسة ايام اذا صار امبروف اوكي واذا ما ما صار امبروف ممكن السيرجري رير لي نيد دائما الجراحين يبتعدون الجراحين يبتعدون يبتعدون من الجراء العملية لانه اللوكيشن مالها والبوزيشن مالها تس بري ديفيكلت الخامس هو فاخذنا كيوت ابدومين كيوت ابنديسايتس كيوت بنكرياتايتس هسا نيجي الى the upper GI bleeding يعني واحد يزوع دم upper GI bleeding lower GI bleeding بالجهة العلوية من الجاسترو انتساء وجهة السفلية الجهة العلوية اللي هي جايميا شنو البليدن البليدن السوفيجيال باريسيز هاي اخذنا هاي من اخذنا يعني واحدة من توسع بالاوردة بالنهاية السفلية للمريء او CA مرات كارسينومة بالإسوفيغاس بالمريء او كارسينومة بالإسطومك او ببتك ألصر تقرح زيز فمن الهيستري زيز ودائما من الهيستري مباوعة الاج of a patient والاكوبايشنز فارمارس او نفكر انه عدة شستيومياسيس او ياخذ الفترة طويلة أدوية مع الألم non-steroidal هاي تأثر على الستومك اللي ياخذون ايضا منع الحمل حبو منع oral contraceptive الكرونيكال كحول يمكن يسوينا upper GI bleeding usually patient will have vomiting وخاصة من يقول لك ازوع او اتقي دم ممكن severe bleeding ممكن يدينا loss of consciousness ايضا ايضا امباوع باكو جوندس او the history of blood transfusions من يقول لك يعني ما اخف دم قبل سنة او فانباوع باكو جوندس اولاد او the history of hepatitis treatment يجيك مريض يزوع دم وعد high signs و symptoms treatment هو عبارة عن ABC انقاذ الفلويد airway insertion of cannula فاق الدم اللي لها cannula حتى نطي blood transfusions of fluid و نسوي بعد ان تحسن نسوي لها GI endoscope ناظور للمعدام حتى ناظور حتى نشوف وين المصدر هذا ناظور نشوف وين المصدر البليدين فإبدا هذا ديودنا ممكن يصير ب ulcer او بالاستومك ممكن تصير ب ulcer ويسوي بليدين اوكي هذا IV fluid و انقس اللي نز و gastric u وايضا نبحث المريض بواسطة الناظور الاندوسكوب حتى نشوف سبب البليدين عدنا ايضا من ضمن الامرجنسي سيرجيكال امرجنسي اللي هي واحد عدة ألصر لفترة طويلة و مان كونترول ما مسيطر عليه فيصير بيرفوريتي بيبتيك ألصر البيبتيك بيبتيك ألصر سواء كان بالديودينم او بالستومك مرات تنزروا في المعدن و سير بيرفوريتي زين ديودينال الألصر هنا المريض والألصر عبارة شو نتعريفه هو عبارة عن بريكيك داون أو في ميوكوزة سواء كان بالستومك أو ديودينم مثل ما عرفتوا النور بيبتيك ألصر نقول بيبتيك ألصر نقصد ديودينال ألصر ألصر بالاثنى عشري أو غيسريك ألصر ممكن الكوزيز هابا الألصر بيسموك الكحول النستيرويد و الالاستيدي قالوا سبب الألصر شواء كان ديودينم أو غيسريك هو الأج بيلوري بكتيريا أج بيلوري بكتيريا هابا ممكن كان بي ريزين ويش بياند ريزل بليدين كنسر أو بيرفوريش إذن البرفوريش هوا جاي من الألصر والسبب الألصر هو وجود البكتيريا وهي السبب أيمن وكذلك بالسموكينج بالكحول أو اليقون النانستيرويد بكميات كبيرة والمدة طويلة المريب شوش كيف عده بيرفوريش ألصر عده في غاستريك باين وكذلك والباين نكريز أو ريليف بايبا كوردينج فود شايف أبو الألصر بعد ديودينال أو غاستريك ألصر حسب نوعية الألصر لديودينال أو غاستريك مرات قسم الألصر يروح الألم من يأكل المريب أو من ما يأكل أيضا يروح الألم اعتمد على نوعية الألصر كوردينج طبعا هو يعني مزروف المعدد ما اتفن من نأخذ لأكس راي من نأخذ لأبدومنال الأكس راي شنلقى نلقى قاز أندر بلف دوم يعني نورمالي نشوف قاز أندر لف دم ودايفرام تعرفون الدايفرام الحجاب الحاجز برأي الدم قبة بالخل بالجهة اليسر القبة بالجهة اليمنا دائما نشوف هوا أندر لف دم بالجهة اليسر هو نورمال لكن من يصير بيرفوريت أو من يصير بيرفوريت الألصر نشوف الغاز أندر برأي الدم ونطلع إلى الشعر هذا هذا الدايفرام زين نوملي 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 بالليفت سايد بالليفت سايد إبالي جانا الهر أندر الدايفرام هذا نوموي لكن بالليفت سايد إبالي جانا الهر أندر الدايفرام هذا هو الترجمة ية العلصر مرة الدايفر ترجمة نبدي بالايف جنون bleeding ABC conservative نفتح الأبدومن وفي نفس الوقت نطيح تربل تريثمان ثلاثة أنواع من الأدوية أوميبرازول الألسر مترانيدازول والأموكسوسلين اللي هي تيبكال تريثمان لأتش باكتيريا لمدة عشرة لمدة أسبوعين أو عشرة أيام هاي التريثمان لأتش باكتيريا بعض الوقت هناك تباكة تباكة يعني تباكة من اللower part of the gastrointestinal مزين اللي هي ممكن بديد يعني differential diagnosis ممكن C.A. rectum carcinoma أو diverticular disease أو هو bleeding peptic ulcer وينزل أثناء أثناء الخروج أو congenital مثلا angio dysplasia أو هيمارويد البواسير أيضا أو الفطر أو الفطر يبقى فطر شرجي سمو fischer in an أو هيمارويد مثل ما تعرفون الهيمارويد two type of a hemorrhoid external and internal hemorrhoid من يجينا bleeding lower هو admissions resuscitation IV fluid observation إذا bleeding continue the thing to the theaters ندزل العمليات حتى نشوف سبب bleeding ونعالج 8 8 surgical emergency هو obstructive jaundice jaundice أو بصفار الانسداد اللي ممكن يسبب إنا acute cholecystitis اللي هو التهاب المرارة الحاد اللي موجود بالصورة هي هاي المرارة وهذا الكمون بالضاك والهيباتيك آرتري اللي رايح هاي بصفار 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 الدكت اللي جاي من gallbladha نعم وتتحد ويه الدكت اللي جاي من من الليبر يسمونه common biodeck ممكن يصير بإنسداد والإنسداد بواسط stone ويطين inflammation بال gallbladha نسميه acute cholecystitis شوية ناخذ نور مالك هذا الليبر right lobe of the liver left lobe of the liver المرارة طبعا شنو وظيفة الليبر تسكريت أو إنتاج البايل ويطلع البايل عن طريق two duct left or right duct hepatic duct ويتحدون common hepatic duct هذا left or right hepatic duct يتحدون ويه cystic duct اللي جاي من gallbladder يسوون common bile duct اللي تنقل لنا البايل إلى second part of deudinum بالجزء الثاني من الاثنى عشر حتى نستعمله من أكوفات بالفود نحتاج بايل نحتاج بايل ويه بنكرياس بهاين باستومك بس ايضا ايضا صورة من يصير عدنا عاية القول بلدر وبيها stone ممكن هاي stone تطلع خلال cystic duct والسد من common bile duct زين أو تنزل إلى أن توصل لنهاية common bile duct والسد من الفتحة اللي تفتح بها common bile duct بال second part of deudinum على البنكرياس البنكرياتي duct اوكي شنو سبب الكوليسيستاكتس التهاب المرارة stone والحصوة والبيشنز female دائما اللي عندهم يصير التهاب المرارة هما female fatty اللي هي حوال يسموها 4F 4F اللي هي female fatty fertile و زين fat this pepsia and the 40 years 40 years اوكي شي صار عندها التهاب المرارة صار عندها رائع تايبو كوندر الان بجا العلوية اليوم راديات to the right shoulder right shoulder يعني يحس الألم أيضا المريض بالكتف الأيمن ليش الكتف الأيمن لأنه يقول لك من يصير التهاب المرارة يحفز ال 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 الحجاب الحاجز الحجاب الحاجز supply by the c4 اللي هو نفس ديرما تون بال tip of the shoulders جمو radiated pain vomiting pain vomiting and fever بال ultrasounds ممكن نشوف dilated نسوي ال sonar dilated gall bladder and fall with the stone management other abc at the first iv antibiotic and colicistectomy نشيل المرارة if it is possible ال emergency surgical emergency التاسع اللي هي الهيموفوراكس والتنشن الهيموفوراكس الهيموفوراكس هو التجمع مائي أو تجمع دموي بالفوراسي كابيتي أو وجود هواء نيمو هواء بالفوراسي كابيتي اللي يدفع عنا التريكية واللنغ deviated to the one side وأيضا إذا أكو هيموتومة أو إذا أكو fluid أو أكو دم أيضا يدفع عنا اللنغ to the one side shifted to one side هذا هذا normal this is the normal this is the normal chest x-ray هذا normal chest x-ray فمن يصير هيموتومة أو fluid يصير أبيض مثل ما يشوفون هنا زين ومن يصير هوا هوا يدفع أنه يصير deviation للتريكية مثل ما هنا deviations شوف التريكية زين مدفوعة إلى جهة المقابلة أو الجهة العكسية و this is the normal طبعا normal lung this is the normal lung الهيموفوراك شنو معات هيموفوراك إنو بلد واحد بلد يجمع بالفراسك في المريض يجينا سفير سفير pain at the side of the trauma shortness of breath صعوبة بالتنفس تاكيكارتي تاكيبنية ما يقدر ينام أو يختنق وين يكزامل بايشنس من نسوي بيركيشن على الفراسك كيفتي دولنس بيركيشن كأنما أنت تدق على صخرة chest x-ray fluid white obesity at the side lesion مثل هاي x-ray هاي شوشوف dullness وم بيركيشن white تجمع الدموي بهاي الجهة بجهة الترومة التنش نمو فراك شوى air يعني هواء بال pleural cavity زين يجي هاب الهواء من السموكينج أو معد كرب شرب اللاي يعني dilatation بال alveoli ويصير بيها بالحويصات ويصير بيها rupture تنفجر زين on examinations hyperinflated chest وايضا with a dullness on percussions and the blackage lung on chest x-ray مثل ما ده شوفون عاي blackage كلها سودا لين بها هواء on the chest x-ray management according to the conditions and amount of the air emergency by insertion of the needle موجود هواء فاشنسوا نفرغ الهواء هذا بندخل نيدل بال second intercostal space الفراء أو المسافة الموجودة مع between the second intercostal space و elective under water seal if necessary حتى نسحب الهواء نسحب الهواء هذا نخلي نيدل ونسحب العفو نخلي نيدل ونسحب الهواء another emergency هو fly chest واحد بال car accident اثناء حوادف السيارات والمطورات يصير عدة fragmentation of the rib rib مالتا يصير بي fracture اكثر من جزء واكثر من rib يصير بي fractures فالثوراسي الكافية يتحرك بكيف اللي هو definition مالتا انه two or more consecutive rib fractures اكثر من rib يصير بيها fractures زين more produces floating او unstable segment هذا صير سائبة زين سائبة من تنكسر اكثر صير سائبة واكو anterior chest او colateral according to the site of the site of the fractures الفلايل chest معناته pull in with the decreasing pressures while the rest of the rib cage expanded اثناء عملية التنفس زين هذا الرب يتحرك بكيف بالinspiration تشوف يصعد وينزل بطريقة غير منتبمة بنسمي فلايل chest due to the fragmentation of fracture more than one rib two point طبعا مثل ما قلنا severe fraction two points shifted from one point to another يعني اكثر من جزء من العظم اوكفر عظم fractures management surgical لازم 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 نسوي نسوي السيبل للرب ونخلي endotracheal intubations للتنفس high indications بالفلايل 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 chest بالفلايل 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 نفتح الابدومين إذا مرات نعالجه تحفظي لأنه إذا كنت جرح بسيط لكن إذا كنت جرح عميق مرات والمريض تربطت حالته ممكن دخل عمليات البرتمي أما سوشار أو نشيله أو رفع السيبلين النيورولوجيكال الحالات اللي يصير الدماغية اللي هي التجمع الدموي التجمع الدموي خارج المنجيز أو بين المنجيز أو outside of المنجيز أنت تعرفون المنجيز تلاتة نشوفكمها بالرسل بيصير هيموريج أو هيماتومة نسميه epidural هيماتومة يعني epidural ما بين السكال وال ديورامتر وأكيوت سب ديورال بهاين ديورامتر يعني مثل ما تعرفون نحنش عدنا عدنا هذا السكال بفروة الرأس بعدين يجينا السكال أو البون وبعدين تجينا المنجيز اللي هي تلاتة المنجيز هذا ديورامتر الأم القاسية وهذا الأراكينويد العنكبوتية وهذا الملاسقة للبريين البايامتر فممكن الهيموريج يصير فوق الديورامتر بين السكال هنايا بين السكال والديورامتر اللي نسميه إبيديورال أو يصير جوالديورة نسميها سبديورال هيماتومة سبديورال هيماتومة اوكي أكوردن تبا سايت أكوردن تبا سايت وآن هنا طبعا هو إنجري إلما للميدل مانينجيال تفكرون الميدل مانينجيال آرتري اللي موجود بالتيريان باللترال سايد سكال هذا إيزيلي ممكن يصير تجمع دمه أو هيماتومة إذا واحد يحب بالعربي هم خليت لهنا جزء بالعربي وجزء بالإنجليزي إذا واحد يحب يطلع أوكي الإكسترديورال أو الإبيديورال هيموريت أو الهيماتومة اللي هو دايما فلو رود رود حوادف السيارات رود التراك اكسيدنت أو الترومة بربا يجي المريب يعتمد على كمية البليدينج أو البلاد المتجمع ممكن يدي لالوص ممكن ريكوبر وفيس بيرسا أو تدهور أحواله البليدينج من المنينجيال آرتري أو الساجتال ساين الزمج الفيني اللي موجود الأكس راي شو فراكتر واللي هو على شكل كومبكس شي تريتيد نطرغ نسحب الهيماتومة والبليدين مرات الساب أكيوت وأكيوت ساب ديورال اللي جو اللي ديورامتر هذا يصير تقريبا قريب من يعني هنا هنا ساب ديورال يعني هذا جو تقريبا هنا يم الأراكينويد هذا ممكن يسوي لسريت بالبريم يعني يجرح أو يضغط على البريم لسريت البرين بليدين الساب ديورال والبيشن سيكون ديورال لدينا نظر 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 مردين سيكون سيكون تورشن تورشن التواء التستس التواء التستس وأيضا واحدة من أكيوت إبيديم أوركايتس التهاب الخصية أو البربخ الحاد أو السيكون أو التستيكون تورشن وهذا التواء يصير بالأندسين التستس التستس الهاجرة زين والهاجرة البيشن سيفير سكروت يعني ألم بالمنطقة الخصية وتورم أيما زين وتريت باي أنتوست يسميها أوركا يعني التستس الأوركا دوك الأوركا دوكسي لها أنتوست انفكسيشن نفتح هذا التواء ونثبت ومرات يجينا أيما حالة طارقها أكيوت إبديدمو أوركايتس التهاب حاد بالبربخ والخصيتين الميشن بالتستس خاصة بالأولد بايشن سيكندري سيكشون ترانسميتي ديسيز بين وعد ديسشارج خراج يبهر من اليورفرا زين التستس مالت إليفيتد ويعصخون لأنه التهاب تريتم بي أورال أو أنتبايتك لأنه التهاب ممكن يستجيب بواسط الأنتبايتك لأنه يصير عدنا يورفرا الأمرجنسي الحالات من يصير عدنا أكيوت أكيوت يورين ريتينشن يعني حصر الإدرار عدم القدرة على التبول وهذا يصير بالبروستاتيك الBPH تبغط علي وفرا وتسبب الريتنشن عدم خروج الإدرار هذا بالإمرجنسي انسيرت في فولي كافتر الفولي كافتر ويورين باق خلي صند يورين باق ومعنى اي في أو انتباياتيك زين ونشوف شين الكافتر أكيوت لمب أسكيميا هل القانجرين وخاصة هل الدايباتيك من يصير أسكيميا أو البلد سيبلاي يتقل ممكن يصير قدنا قانجرين أو أسكيميك لمب أسكيميك لمب هذا يصير pain والسوالين واللم و بال يعني يعني ماكو بالس painful paralyzed and cold causes بايفة ممكن شنو السبب لها القانجرين خفرة امبولس أو فرومبوس إذا أبقى فترة طويلة ممكن يسوينا القانجرين الدايجنوز نسوي لها دوبلر أو دوبلكس ألتراسون ونشوف أو نسوي لها تلوين بشرين أرتيريوغرافي can be held a treatment نطي anticoagulant أو نشيل التخفر نسميها embloctomy surgery أخير شي هو burn burn طبعا اللي أريدك تعرف أنه we have two types of a pain superficial and the deep burn superficial and the deep burn يعني according to the according to the type of the burn وهذا superficial burn إذا عندك epidermis تعرف السكن متكون من epidermis والdermis فتعتمد على شقد أكو injury الفيرس ديقري بس الجزء من epidermis إذا نزل الدermis نسميه second أو partial thickness أو superficial second ديقري وإذا full thickness الدermis والإبدermis بحي نازل إلى subcutaneous نسميه third degree وهذا يعني هذا first degree عدة أنواع هذا second degree of burn أو first degree of burn ونواع عدة أنواع أو صور من ال burn two types of burn superficial and deep management at the side of burn منطقة الحرق أولا you should take the patients outside remove the cloth cover the blanket take to hospital بال hospital the ABC fluid analgesic anti ulcer diamond omeperozole نطيهم له للحروق و sometimes they back deep burn and ترقيع جلد أو skin graft okay management of superficial burn management of superficial burn أخير شي هي orthopedic emergency يعني بالحوادف يصير عندنا كسور سواء كانت بالساق زين بالساق انعالج بواسطة reductions انه رجع زين close reductions بدون العملية رجع إلى وضع ونجبس أو fixations fixations فracture بال pelvis أو fractures of the lower bone of the lower أو limbs نسوي له close fixations أو external fixations يعني بعدنا مثلا have external fixations fractures ونسوي لها تفبيت خارجي ومرات بعملية open fracture ونسوي لها fixations أيضا يعتبر من emergency إذن مجموعة من surgical emergency أخذناها باختصار وبصورة سريعة مع بمها أنت سامحا بس شوية يعني أنت تطلع عليها حتى تربط ما بين essential assessment المحاورة قبلها وهذه المحاورة أي سؤال أنا حاضر شكرا جزيلا